بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله سنبدأ في اللقاء الأول لمصاق معالجة الصور الرقمية واحد البرنامج المستخدم في هذا المصاق وبرنامج الفوتوشوب وقبل ما نبدأ في شرح البرنامج سنتعرف سريعا على استخدامات الفوتوشوب ومعلومات بسيطة عنه وعن الشركة المصنعة والمنتجة له الفوتوشوب من إنتاج وبرمجة شركة أدوبي وهي من أكبر وأشهر الشركات المنتجة لبرامج الجرافيك ويعتبر الفوتوشوب من أهم البرامج التي أنتجتها شركة أدوبي برنامج الفوتوشوب من أهم البرامج التي تتعامل مع الصور علشان كده نقدر نقول أنه يعد من المرتبة في المرتبة الأولى في مجال الفوتوغرافي والمصورين في تعديل الصور ووضع التأثيرات عليها ويستخدم أيضا في عمل التصميمات المختلفة زي تصميمات الويب وزي تصميمات المواقع وكفرات الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات الإنترنت الثابتة والمتحركة ويستخدم أيضا في التصميمات التجارية زي الفلاير زي البروشور وزي المونيو الموجود الخاص بالمطاعة وتصميمات كثيرة ثانية ويستخدم بشكل كبير في عمليات دمج الصور سواء كان دمج بسيط أو دمج معاقب يعني بكل بساطة الفوتوشوب والعمود الفقري لمجال الجرافيكس ككل مفيش أي حدا بيشتغل في مجال الجرافيكس إلا فتح برنامج الفوتوشوب ولو مرة واحدة طيب الآن بعض البعض يتساءل إحنا ليه نستخدم آخر إصدار من البرنامج أو هو برنامج الفوتوشوب الجواب على هذا السؤال لأن آخر إصدار بيحتوي على تحسينات سواء كان على الأدوات أو الأوامر وسرعة البرنامج كمان لأن الشركة المصنعة للبرنامج بتعالج الأخطاء البرمجية الموجودة في النسخ السابقة وبتقوم بحلها في الإصدار الحديث كمان لأن آخر إصدار بيكون متوافق أكثر مع النسخ الويندوز الحديثة الآن سنشرح بعض الأزرار الهامة في لوحة المفاتيح التي سوف تستخدم بكثرة داخل البرنامج من خلال الإختصارات أشهر ثلاث أزرار هو زر الـ وزر الـ سواء على اليمين أو وزر الـ وعندي في الوسط المصطرة وعندي زر الـ في زر الـ وعندي الـ وعندي الـ هذه الأزرار سأستخدمها في إختصارات على سبيل المثال ممكن ألاقي بإختصار كونترول Z كونترول V كونترول C وقبل البدء بالتعرف على برنامج الفوتوشوب لابد من التعرف على أنواع التصميمات الموجودة التي يقوم المصمم أو في تصميمها دائما بجد أنه في عندي نعين من التصميمات تصميمات تطبع تصميمات تذهب إلى مرحلة الطباعة هذا القسم الأول والقسم الثاني هو عبارة عن التصميمات التي تعرض على الشاشة طيب هو إيه الفرق أو إيه الفرق بين التصميمات المطبوعة والتصميمات التي سوف تعرض على الشاشة في فرق أنه كل نوع من أنواع التصميمات يعتمد على نظام معين من أنظمة الألوان على سبيل المثال التصميمات المطبوعة تعتمد على نظام الألوان الذي يطلق عليه باسم CMYK والتصميمات التي تعرض على الشاشة تعتمد على نظام RGB كل نظام من أنظمة هاي حسب المثال نظام CMYK إلو مجموعة من الخصائص التي تتوافق مع التصميمات المطبوعة وكذلك الأمر بأن نظام RGB إلو مجموعة من الخصائص التي تتوافق وتتلاءم مع التصميمات التي سوف تعرض على الشاشة الآن دعونا نفسر نظام الألوان RGB R اختصار لكلمة Red اللون Red الأحمر G Green الأخضر P Blue الأزرق Cyan اختصار حرف C لسيان الأزرق السماوي M هو المجنتا ممكن نقول لون بينك غامج شوية Y Yellow الأصفر K Black كما أنه فيه خاصية تانية بتختلف بين نظام الألوان RGB والCMYK الخاصية هي عبارة عن عدد الألوان على سبيل المثال أو عندنا عدد ألوان نظام RGB هو عبارة عن 16 مليون لون لكن نظام الألوان CMYK يحتوي على 4 مليون لون طيب الـ 4 مليون لون بعدياً ضمنياً هم موجودين في داخل نظام هذا يعني عندي الـ RGB هو عبارة الـ 4 مليون اللي موجودين في CMYK زائد 12 مليون لون آخر الآن ننظر إلى دائرة الألوان RGB Red Green Blue عند مزج لونين مع بعض على سبيل مثال أنا بدي أمزج اللون الجرين الأخضر مع الأزرق يعطيني السيان وعند مزج اللون الأزرق مع اللون الأحمر يعطيني المجنتا وعند مزج اللون الأخضر مع اللون عفر للون الأحمر مع اللون الأخضر يعطيني اللون اليالو وعند مزج الثلاث ألوان يعطيني اللون الأبيض الـ White وعدم ظهور الألوان يعطيني اللون إيش الأسود الآن أنا عاوز نتعرف مع بعض على بعض الأمثلة للتصميمات المطبوعة والتصميمات التي يتم عرضها على الشاشة تصميمات المطبوعة مثل البروشورات اليفطة الدعائية الكروة الشخصية دعوة الزفاف العلب الكروتين أشكال المنتجات قبل العمل عليها أي تصميم مهما كان يجب أن تضالعه على المطبوعة لكن التصميمات التي ستعرض على شاشة وأمثلة عليها على سبيل المثال مواقع الإنترنت اللي هلالينات على الكلفزيون الأفلام الكارتون الأنمي فن الدمج الموشنغرافك أي تصميم مهما كان سوف يعرض على شاشة على شاشة الحاسوب الآن خلينا نيجي لنظام الألوان الارجي بي زي ما حكينا سابقا أنه نظام الارجي بي بتكون من ستاشر مليون لون ستاشر مليون لون هو عبارة عن قسمين قسم الأول اللي هو الاربع مليون لون اللي موجودين في نظام الـ مستقلين بذاته نظام الارجي بي وفي عنا كمان 12 مليون لون وهو عبارة عن نظام موجودين في نظام الارجي بي نظام الارجي بي 16 مليون بتكون من 12 مليون المختصين من الارجي بي زائد الاربعة مليون الموجودين في CMYK الآن قبل ما أصمم أي تصميم لابد أن أتعرف إذا أنا بدي أعمل تصميم مطبوع باروح لنظام الالوان اللي هو CMYK بدي أصمم شيء يورد على الشاشة بدي أختار نظام الالوان اللي هو الارجي بي لأنه إذا أخطأت أنا وأنا قاعد شغال اخترت أنا أصمم تصميم مطبوع واخترت أحد ألوان الارجي بي اللي هو مثلا اللون هذا تمام وأنا أصلا في الأصل أصمم تصميم مطبوع لكن هذا اللون الموجود خاص بالارجي بي غير موجود في النظام CMYK فالنتيجة هدط عندي اللون هذا عند الطبعة هذا الموجود في الشاشة على الشاشة وهذا الموجود على الطبعة والآن هنروح على برنامج برنامج الفوتوشوب وممكن إحنا نلاقي الإختصار يعني في البداية لازم يكون نحن نزلينه في مرنامج الفوتوشوب على الجهاز إذا ما وجدنا عقونة الفوتوشوب موجودة على سطح المكتب هنروح مع بعض على قائمة إبدأ وممكن أجدها في المضافة عديثا مش موجودة بنزل على حرف A في عندي Adobe Photoshop CC 2018 يعني احنا بنشتغل هنا على إصدار 2018 هنروح نضغط عليه ضغط واحدة بالماوس بالكليك اليسار علشان نفتح البرنامج طبعا هاي الواجهة الخاصة بالبرنامج Adobe Photoshop CC 2018 الآن فتح لنا البرنامج وهذه الواجهة الخاصة بالبرنامج الواجهة تلقسم إلى أربع أقسام رئيسة القسم الأول وهو عبارة عن الأدوات ممكن سميه Toolbar الأدوات موجودة على يصار الشاشة نلاحظ هنا فوق هذه مجموعة من الأدوات لا يتم دراستة في المصاق نلاحظ فوق هنا سهميا صغار لو أنا ضغط عليها ضغط واحدة بالماوس بالزر الأيسر نلاحظ أن الأدوات صار على سطرين بدل مهم كانوا على سطر واحد سطرين جن بعض كمان احنا بنقدر هذا الشريط الأسود في منطقة هاي نشدها ونحط Toolbar أو شريط القوائم وين ما بدنا في أي مكان وممكن اترجحها أنه أسحبها حتى يصير عندي اللون الأزرق أول ما بيظهر عندي اللون الأزرق بروح أنا بأسيبها وهد لقيها أنه رجعت في مكانها عندنا فوق في القسم العلوي شريط القوائم المينيو بار اللي بتكون من الفايل Edit Image Flyer Type Select Filter 3D View Window Help وداخل كل قائمة مجموعة من الأوامر اللي هينطرق الهاد خلال درستنا لهذا البرنامج بإذن الله تعالى وفي عنا في الجزء الأيمن مجموعة من المربعات اللي نحن شايفينها هاي بنسميها Ballet زي Color Switches Libraries Adjustment وهذه كلها عبارة عن لوحات أنا بقدر كل لوحة من لوحات هذي إنه أسحبها ونحط في أي مكان أنا موجود عندي الجرنامج الآن الملاحظ حاجة اسمها Reset Essentials Reset Essentials بالضغط عليها ضغطة واحدة نلاقي الأمور رجعت زي مكانة البلدس القسم الرابع وهو عبارة عن مساعة العمل وهذا الجزء اللي هنشتغل عليه أثناء التصميم أيضا موجود عندي أسفل شريط القوائم المنيو بار عبارة عن شريط الخصائص البرو بار فكل خاصية أو كل أداء الخصائص تتغير بالنسبة لمن للأدوات يبقى شريط الخصائص مرتبط مع كل أداء من الأدوات في خاصية حلوة بوفر لنا الفوتشوب هو عبارة عن حاجة اسمها الورك سبيس طب زي إيش يعني عسلمين مثلا لما قلت أنا في عندي أسام صغير قائمة في عندي حاجة اسمها اسنشل هو الوضع الطبيعي لبرنامج الفوتوشوب طب في عندي تحت 3D طبعا من خلال 3D وعندي تحت 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 أكثر من مجال في التصميم يعني فيه ممكن يستخدموا المهندسين المعمريين ممكن يستخدموا تايل الرافيك دي ممكن يستخدموا 3D ممكن يستخدموا الويب دي يبقى أنا الفوتوشوب بقدر أستخدموا فيه أكثر من مجال من الملاحظ أن هذا الوركس بيس خاص بإستنشل لو أنا ضغطت على 3D هنلاحظ أن الوركس بيس سيتغير ولو أنا ضغطت على Graphic and Web هنلاحظ أيضا الوركس بيس تغير ولو ضغطت Motion هنلاحظ الوركس بيس بتغير يبقى أنا الوركس بيس للموش بختلف عن Graphic and Web Graphic and 3D بختلف على Painting يبقى كل شخص بحتاج الوركس بيس 3D هيختار 3D الموش هيختار الموش أنا هنتعلم على Essentials ونشتغل على Essentials طيب القائمة هذه موجودة هنا في الاختصار لكن أنا ممكن طريقة تانية أقدر أصل لها من مكان تاني من خلال قائمة Window في عندي حاجة اسم Workspace هيا Essentials عندي 3D Graphic and Web Motion Painting Photography نفس الورك سبيس اللي كانوا موجودين في القائمة المسلل المختصرة هنا طيب نلاحظ أيضا كما في عندي Reset Essentials هذه تقبل استخدامناها لما الأمور اخبطت عندي في القوائم وبالدرجة الورك سبيس زي ما كان النيو لو أنا بدعم الورك سبيس خاص في أرتب الأمور أرتب القوائم أرتب القوائم بقالية أنا مرتاح في شغلي إلها وممكن أسميها بالاسم اللي أنا عايز أقول أضغط هنا نيو وورك سبيس وأسميها بالاسم تاعي المينيو والتولبار وأقول سيف ولو أنا كمان بدي أحذف وورك سبيس موجود عندي بروح أضغط على هذا أقول بدي أحذف وأختار الورك سبيس اللي أنا بدي أحذف إذن في هذا اللقاء قدمنا لكم نبذة عن البرنامج وعن الشركة المنتجة لهم وعن أنظمة الألوان وعن طريقة فتح البرنامج وقدمنا مقدمة بسيطة وسريعة عن البرنامج وشجاته شكرا لكم